في 2017 منشستر يونيتد خد كاسر ربطه وبعدها خد الدور الأوروبي في 2023 هل تتوقع ان اليونيتد بعد ما كسب كاسر ربطه الإنجليزي هل تتوقع انه يتوج بالدور الأوروبي ولا لا ايه اللي عمله المدرب الهولندي إيريك تنهاج مع اليونيتد خلال 9 شهور 9 شهور كانت كفيلة بان إيريك تنهاج يحقق اول لقب له مع منشستر يونيتد بعد ما اليونيتد كان اخر لقب تويج به كان في 2017 وكان الدور الأوروبي منشستر يونيتد بيفوز بكاسر ربطه الإنجليزية بعد سنين كتير جدا اليونيتد كان بدون ألقاب فيها لكن المدرب الهولندي عرف يدخل التحدي وخلال 9 شهور عرف انه يغير ملامح فرقة اليونيتد خالص ده بالإضافة ان عرف يدير غرفة خلع الملابس منشستر يونيتد كان نقصه مدرب قوي لكل كلمة داخل غرفة خلع الملابس وده اللي حصل مع المدرب الهولندي المدرب الهولندي ملهوش خبرة كبيرة يعني في عالم التدريب هو كان مساعد جوارديولا في بار ميونيخ وكمان تجربته جيدة جدا مع آيكس أمستردام لكن اليونيتد عمل تحدي وإيريك تنهاج قبل التحدي وقال لك اننا كنت خايف اننا اروح مانشستر يونيتد لكن من حب في مانشستر يونيتد وفقت اننا اقبل التحدي واني امسك فرقة مانشستر يونيتد مانشستر يونيتد بصراحة عمل مباريات قوية جدا 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 الموسم ده هو اول مورتين اليونيتد تهزم فيهم من برينتفورت وبرايتون لكن بعد كده محدش عارف يوقف في اليونيتد كمان ايريك تنهاج شخصيته قوية جدا جدا واحنا شفناه في مواقفه مع كريستيان رونالدو ومع هاري ماجواير يعني تنهاج ماشى كريستيان رونالدو من منشستر يونيتد كمان هاري ماجواير كابتن الفريق احتمال كبير ان يمشي الموسم ده من منشستر يونيتد بصراحة تنهاج ما اعتمدش على الافكار المطبقة في ايكس امستردام ايام ما كان بيدرب ايكس امستردام من خلال فلسفة اللعب التموضوعي وطريقة البناء اللي كان بيعتمد عليها واللي بتميزه بالمرونة اللي من خلالها بيستطيع تغيير شكل الفريق بناء على نوعية الخسم لكن من الواضح ان المدرب الهولندي يحاول انهاء الموسم باقل الاضرار كمان عايزه بقوة انه يثبت اليونيتد على نفس الشكل ده لحد اخر الموسم لان هو الراجل ده وصراحة عنده فرصة انه يتوج بالربعية الموسم ده خد كاس الرابطة الانجليزية خلاص انتهى منها لسه قدامه دور انجليزي لسه قدامه دور اوروبي كاس اتحاد انجليزي يعني الطرق كلها مفتوحة قدامه الراجل ده انه يصنع المجد والتاريخ من جديد مع منشستر يونيتد صراحة منشستر يونيتد فريق كبير جدا وعنده فرقة محترمة وقوية جدا 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 والراجل ده عارف يجيب لعيبة قوية عرفت انها تتماشى مع طريقة لعبه كمان يرجعوا لانجازات اليونيتد والقاب اليونيتد من جديد منشستر يونيتد قدام نيو كاسل يعني انا شايف ان نيو كاسل كان افضل نسبيا من منشستر يونيتد لكن بخبرة لعيبة منشستر يونيتد اللي هنتكلم عنها كتير جدا خصوصا كازيميرو عارف اليونيتد انه يجيب هدفين ويخلص اللقاء بدري بدري كازيميرو عايزين نتكلم عن كازيميرو واللي عمله كازيميرو من ساعة ما جاء منشستر يونيتد كازيميرو في اخر فترة في ريال مادريد ما كانش بيلعب يعني بشكل كبير او بشكل مستمر لان الريال جاب تشاوميني جاب كامابينجا عنده توني كروس عنده لوكا مودريتش فاتركن شوية كازيميرو فكازيميرو قرر ان هو يقبل تحدي جديد وان هو يروح منشستر يونيتد ومبلغ كبير جدا اشتراه منشستر يونيتد في لاعب داخل على 36 سنة لكن كازيميرو ادى قوة كبيرة جدا لنص ملعب منشستر يونيتد واحنا شفناه في المباراة الاخيرة كازيميرو له دور كبير واجابي جدا جدا مع فريق اليونيتد كازيميرو مبارح بيجيب هدف وتشوفوا عنده جرينتا قوية جدا 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 خصوصا بعد ما فاز بالكاس مبارح يعني تحس كازيميرو ما عندهش القاب وان ده اول لقب ليه مع ان كازيميرو يعني عالم من البطولات ابرزها طبعا ده متوج بخمسة دورة بطال اوروبا مع الريال ده بالاضافة للدور الاسباني وكاس اسبانيا وكاس العالم للاندية بطولات كتير جدا لكازيميرو لكن في مباراة اليونيتد ونيو كاسل تحسوا ان هو اول بطولة لها ياخدها وان هو لسه اصلا لاعب بيبدأ فترته القروية مش بينهي او بيختتم فترته القروية فكازيميرو لاعب مهم جدا 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 في الوقت الحالي بالرغبة من سنه الكبير الا انه انا شايفه من افضل لعبيه خطل النص في العالم في الوقت ده واضاف قوة كبيرة جدا لمانشستر يونايتد كمان راشفورد راشفورد من بعد بمشي كريسيان رونالدو ايريك تنهاج يعرف ان هو يرجع راشفورد لمستوى اللي عارفينه والمعروف عنه راشفورد لعب كبير جدا 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 وكان بيلعب كويس جدا مع منتخب انجلترا لكن في منشستر يونايتد كان خد فترة وقع فيها لكن ايريك تنهاج يعرف ان هو يرجعه تاني لمستوى وراشفورد دلوقتي للمباراة الخمستاشر على التوالي راشفورد بيسجل فيها او بيصنع لكن راشفورد لعب كبير جدا ولقي نفسه تاني مع المدرب الهولندي كمان المدرب الهولندي يعرف انه اختار الدفاع الصح لمانشستر يونايتد ركب ماجواير خالص ماجواير كان كل مباراة لي خطئين ثلاثة ولازم في كل مباراة يتسبب في هدف او يضطرد لكن مارتينيز وفاران في دفاع منشستر يونايتد لعبين الاتنين تقال جدا 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 وعملين سنائي جبار في دفاع منشستر يونايتد كمان دي خيئة دي خيئة برضو عمل مباراة قوية جدا جدا وعمل مباراة قوية برضو في الدولة الانجليزية يعني دلوقتي منشستر يونايتد فريق كامل متكامل زي ما قلنا لسه قدامه ان هو يفوز بالربعية وانا اتوقع انه هينافس وبقوع على الدور الانجليزي المستمدل لان احنا لسه فيه مباراة كتير جدا والفرق مش كبير يعني بينه بين الستي وارسنال دلوقتي اليونايتد التالت يجي بعد ارسنال ومنشستر سيتي لكن اليونايتد احذروا من اليونايتد الفترة اللي جاية المدرب الهولندي الصعبان الاقرع عارف ان هو يرجع منشستر يونايتد التاني للامجاد ومنصات التتويج والراجل ده هيكون ليه مستقبل وشأن كبير جدا في الفترة اللي جاية وفي عالم التدريب انا شايف ان الراجل ده في الفترة اللي جاية هيبقى من افضل المدربين في العالم لان طريقة لعب وانا شايفها زي طريقة لعب جورديولا وتفكيره زي تفكير جورديولا واحنا زي ما قلنا في بداية الفيديو ان هو كان مساعد جورديولا في بار ميونيخ في مقال في صحيفة الجارديان لصحفي اسمه بارني روناي قال في ان اخيرا بعد عشر سنين من الانتظار هناك اتحاد في غرفة تغيير الملابس في منشستر يونايتد وهناك رجل واحد يحكمها واضاف لذلك يتطلع الجميع الى المستقبل الان مع ايريك تنهاجي يعني زي ما قلنا احنا في بداية الفيديو ان منشستر يونايتد كان عاوز راجل قوي ومدير فني قوي له كلمة وليه شخصية قوية انه في غرفة خلق ملابس منشستر يونايتد والعالم كله دلوقتي بيتكلم ان شخصية ايريك تنهاج قوية جدا 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 وخير دليل ومثال على ذلك انه هو عرف انه يحكم على كريستيان رونالدو وزهق كريستيان رونالدو في حياته وكريستيان رونالدو ميشي من منشستر يونايتد بسببه في 2017 منشستر يونايتد خد كاسر ربطه وبعدها خد الدور الاوروبي في 2023 هل تتوقع ان اليونايتد بعد ما كسب كاسر ربطه الانجليزي هل تتوقع انه يتود بالدور الاوروبي ولا لا اقول لنا رأيك في التعليقات وتنساش في نهاية الحلقة اللايك الجميل بتاعك وعملش سترك للقناة ومش عامل وفعل زر الجرس نشوفكم الفيديو الجاي سلام كبر يدوش يا سلام على التكتيك والافكار العالمية اشتركوا في القناة